المجد بالرقة مجموع والفضل مرئي ومسموع إن بها كل عميم ندا يداه للجود ينابيع هذا ما قاله أبو فراس الحمداني عن الرقة وهي المدينة التي كانت مكان راحة لخلفاء ابن العباس حتى لقبت برقة رشيد المدينة السورية القابعة على ضفاف الفرات التي عانت خلال سنوات حكم البعث والأسدين حالة من التهميش على الرغم من قيام مشروع سد الفرات قريبا منها ذلك المشروع الذي تفاخر حافظ الأسد به كناهض اقتصادي كبير على مستوى تأمين الطاقة وري الأراضي الزراعية مع انطلاق الثورة عام 2011 شهدت المدينة حراكا مهما وتوسعت رقعة المظاهرات حتى عمت المحافظة لتبدأ بلداتها بالخروج عن سيطرة النظام حتى دخلت فصائل المعارضة مدينة الرقة في أذار 2013 لتغدو أول مدينة خارجة عن سيطرة الأسد لكن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن فقد سيطر ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق على الرقة بداية عام 2014 لتصبح المدينة معقلا من معاقل التنظيم وعاصمة له يوشحها السواد ومحاولة أدلجتها وتعتيم صورتها لتدخل في نفق طويل من المعاناة استمر حتى العاشر من تشرين الأول عام 2017 حين تمكنت ما عرفت بقوات سوريا الديمقراطية وبدعم قوات التحالف من السيطرة على المدينة وترضي التنظيم منها فأصبحت المدينة تحت ظل الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا والتبدأ مع ذلك التاريخ مرحلة جديدة من السيطرة لقوى الواقع على الرقة فترتفع رايات جديدة في ميادينها تحاول تغيير هويتها وطابع أبنائها بعد كل تلك النوازع التي عصفت بالرقة تبدو المدينة كفراتها تحاول استعادة حياتها فكل ذلك التاريخ الطويل يجعل لها جذرا لا تموت فرعه أمد تحر ترجمة نانسي قنقر